بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة جزيرة بأكملها تتحول إلى ركام أسود كانت مقصدا للسياح كانت تعتبر من أجمل الجزر في البحر ضمن مجموعة جزر هاواي سبحان الله خلال ليلة واحدة أتاها أمر الله سبحانه وتعالى هذه الصور التي سنراها أيها الأحبة والله تصور لنا هذه الآية الكريمة التي سنقرأها تأمل معي صورة لهذه الجزيرة أو مجموعة صور قبل الحرائق كيف كانت تعج بالحياة كيف كانت جميلة جدا عبارة عن جنة على الأرض خلال زمن قصير سبحان الله تحولت إلى هذا الشكل الأسود كل شيء محترق الحياة اختفت فجأة هذه آية عظيمة الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا لا شيء يدوم إلا الله سبحانه وتعالى تأمل معي هذه الآية يا أخي الحبيب حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس سبحان الله كأنها جزيرة خاربة أصبحت خلال ساعات معدودة مع العالم أن هذه المناظر وهذه الأشجار وهذه الأبنية استغرقت سنوات وسنوات طويلة الرسالة التي أحببت أن أوصلها لكم أيها الأحبة من خلال هذا المقطع اعلم أن الدنيا زائلة وسوف تختفي بلمح البصر والساعة لا تأتي إلا بغتة والموت لا يأتي إلا بغتة كل شيء أخي الحبيب سيتبخر ويختفي ولكن الله يبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فالرسالة المهمة أخي الحبيب لا تحزن لا تكتئب إياك أن تعصف بك هموم الكآبة واليأس الله سبحانه وتعالى موجود هو الذي خلق هذه المناظر الجميلة خلق البحار خلق كل شيء خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى وله ملك السماوات والأرض وغير عاجز أن يرزقك ولكن هذه الدنيا هي اختبار هي لحظات تعيش وهي ساعة فقط ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة فهي ساعة فقط تعيشها مهما كانت مرة ومهما كانت قاسية ولكن اعلم أن هناك جنات تجري من تحتها الأنهار بانتظارك أيها المؤمن إذا آمنت بالله ورضيت بقضائه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضينا في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر